فن واسرار اتخاذ القرار للكاتب الدكتور ابراهيم الفقي مقدمة لقد خلق الله تبارك وتعالى الانسان وترك له مهمة الاختيار وذلك لاعمار الارض لذا كان على الانسان ان يقارر وان يساعد نفسه بل والاخرين على اتخاذ القرارات ومن يقول انا لا استطيع ان اتخذ قرارا فهذا في حد ذاته قرار بعدم اتخاذ القرار اننا جميعا لدينا قرارات مشتركة وهي ان نكون سعداء في حياتنا وان نكون نجحين في عملنا لكننا نجد انفسنا لم نفعل ايا مما قررناه وهذه القرارات تعرف باسم القرارات الضعيفة اما القرارات القوية فهي اقرارات التي يستطيع صاحبها ان ينفذها وعلينا ان ندرك ان القرار هو ما يحدد المصير ولكي نتخذ قراراتنا بشكل صحيح علينا ان نعلم كيفية اتخاذ القرار الصحيح حتى نصل الى افضل حال في الدنيا والاخرة سيارة تتكلم لا بد للانسان ان يقرر وان يساعد نفسه على اتخاذ القرارات ولا يقول لم يعد هناك وقت قد كبرت على ان احدث تغييرا بحياتي كما انه لا بد وان يساعد اولاده كذلك على اتخاذ القرارات احب ان ابدأ بقصة ربما تكون مفيدة لنا في اتخاذ القرار ومن ثم تغيير حياتنا ففي اواخر الخمسينيات كان هناك رجل يعمل في شركة فورد لسيارات وقد حدث بينه وبين فورد نفسه مشكلة مما ادى الى طرد هذا الرجل وفصله من عمله قرر هذا الرجل ان يلافس شركة فورد بل ويتفوق عليها فذهب للعمل في شركة كرايزلر العالمية وتولى ادارتها وكانت هذه الشركة تعاني من الديون حيث كانت مدينة باكثر من ثمانين مليار دولار واكثر من خمسمائة الف عامل بها كانوا سيعانون البطالة اذا اغلقت الشركة واكثر من الفين وخمسمائة فرع في العالم للشركة ستغلق ولم يكن لدى الشركة غير خمسة وعشرين مليون دولار في البنوك سيولة لرأس مال الشركة قرر هذا الرجل ان يتحرك بطريقة مختلفة فذهب للكونغرس الامريكي وطلب من الرئيس الامريكي ان يعطيه المال على سبيل القرض والذي سيقوم بتزديده ليساعده على ابقاء نشاط هذه الشركة ووفق الرئيس عندما علم انه باغلاق تلك الشركة سيكون هناك خمسمائة الف عامل مشردين في الشوارع وبالفعل يعطاه خمسة مليارات دولار وعاد الرجل بالمال ليفكر ماذا عليه ان يفعل ومن اين يبدأ قرر هذا الرجل ان تكون بدايته بان ياتي بافضل المتخصصين للعمل معه في الشركة وبدأ يركز على اقسام الشركة القوية ويهمش الاقسام الضعيفة ويركز على العمال المنتجين في شركته فنظم الامور الداخلية للشركة وفي خلال ثلاثة اشهر او اربعة انتظمت الشركة تماما بعد انتظام شؤون الشركة كانت لديه مشكلة وهي التسويق ما الذي سيجعل الناس يشترون سيارات شركته دون السيارة الاخرى لا بد ان تكون هناك ميزة في سياراته لا تتوفر في السيارة الاخرى لا بد ان يكون هناك ابتكار في سياراته جمع هذا الرجل موظفيه واخبرهم انهم ان لم يتمكنوا من اختراع سيارة مختلفة تماما عن كل السيارات الموجودة بالسوق وذلك خلال ستة اشهر فانهم جميعا مفصولون وبالفعل خلال ستة اشهر وهي فترة يكاد يستحيل فيها تحقيق هذا الانجاز قامت هذه الشركة بانتاج اول سيارة متكلمة في العالم فكانت تتكلم بعشرة اشياء فتقول مثلا لا تنسى المفاتيح لا تنسى الباب مفتوحا وقد تم بيع اكثر من مليون سيارة من هذا النوع خلال الثمانية اشهر وستطاع هذا الرجل ان يسدد ديون الشركة في اقل من ست سنوات واصبحت شركة كرايزلر العالمية من اقوى خمس شركات منتجة للسيارات في العالم وكل هذا بدأ بقرار من هذا الرجل لقد قرر ان يستخدم قدراته اللامحدودة ان يكون غير نمطي وان لا يكون مجرد تابع لسابقيه وبهذا القرار حقق هذا النجاح العظيم والان هذا الرجل قد رحل من موقعه في الشركة وجاء غيره لكن هل منا من يعرف من هو الرئيس الذي حل محله بالطبع لا لماذا؟ لان من جاء بعد هذا الرجل الذي نذكر قصته قرر الاستمرار على المنوال ذاته الذي كان عليه سابقوه وان يتعامل مع وظيفته على انها كرسي يسعى بكل جهده ان يحافظ على جلوسه عليه دون ان يفكر وبقوة في مشاكل شركته وان يجد لها حلا غير تقليدي ودون ان يفجر الطاقات البشرية الهائلة الموجودة لدى مساعديه ودون ان يضع نفسه امام تحدي قوي يطالب نفسه بتحقيق ما يراه الاخرون مستحيلا لابد للانسان ان يقرر وان يساعد نفسه على اتخاذ القرارات ولا يقول لم يعد هناك وقت لقد كبرت على ان احدث تغييرا بحياتي كما انه لابد وان يساعد اولاده كذلك على اتخاذ القرارات واجبات عملية اذكر ثلاثة اشياء عملية يمكنك بها ان تحسن من اداء عملك على ان تكون مبتكرا قدر الامكان انت والقرار كلنا لدينا قرارات مشتركة وهي ان نكون سعداء في حياتنا وان نكون ناجحين في عملنا لكننا نجد انفسنا لم نفعل ايا مما قررناه وهذه القرارات تعرف باسم القرارات الضعيفة اما القرارات القوية فهي القرارات التي يستطيع صاحبها ان ينفذها وعلينا ان ندرك ان القرار هو ما يحدد المصير اطرح عليكم الان سؤالا هل منا من يتمنى ان يتخذ قرارا لكنه لا يستطيع نجد البعض يقولون انا اخاف من اتخاذ القرار وهناك من يقول اخاف ان يسخر الناس من قراري كلنا نتمنى ان نفعل اشياء كثيرة ومتعددة مثل تعلم لغة معينة او ممارسة رياضة ما او الاستقلال في العمل او الزواج من فتاة معينة فنجد انفسنا نبدأ فيما نرغب فيه ثم نتوقف دون ان نكمل ما قررناه فالشاب الذي قرر ان يجتهد في دراسته في المدرسة الثانوية ليلتحق بكلية الطب وعندما حقق قراره اذا به يفشل في الكلية وذلك لان طموحه توقف عن دخول الكلية فقط ولم يمتد لما بعد ذلك واعرف ناسا كثيرين يقومون بعمل برنامج حمية ريجيم قاس الا انهم لا يستطيعون ان يستمر فيما بدأوه فيعود الى ما كانوا عليه بل اكثر مما كانوا عليه مما يؤدي الى زيادة اوزانهم اكثر واكثر وهناك من يقول انا لا استطيع ان اتخذ قرارا وهذا في حد ذاته قرار بعدم اتخاذ قرار قصة ضريفة اسوق على ذلك قصة ضريفة لضفدعتين سقطتا في وعاء عميق به لبن فحاولت الاثنتان الخروج من هذا الوعاء لكن الامر كان شاقا فاستسلمت احداهما للغرق اما الاخرى فظلت تدور وتدور في الوعاء حتى تحول اللبن الى كريمة فاستطاعت ان تصعد الضفدعة على تلك الكريمة وتخرج من الوعاء لقد حافظ قرار تلك الضفدعة على حياتها وغير مصيرها وهذا القرار من القرارات القوية التي استطاعت الضفدعة الناجية تنفيذه بل ان القرار القوي كان هو السبب الذي جعل الضفدعة تحافظ على حياتها اما قرار الضفدعة الاخرى فهو قرار ضعيف فكانت النتيجة ان ماتت تلك الضفدعة وخسرت اغلى ما لديها خسرت حياتها باسرها ان القرار الضعيف هو القرار الذي يتخذه الانسان ثم لا يقدر على تنفيذه او اتمامه بشكل جيد ان كلمة القرار مشتقة من القطع اي ان يقطع صاحب القرار كل الاحتمالات التي قد تعيده ثانية او تثنيه عن المضي قدما في قراره وهناك قصة حقيقية حدثت لي عندما كنت اعمل في مطعم شهير وهو من المطاعم الدوارة بمعنى ان المطعم يدور بمن فيه وهذه المطاعم عادة ما يكون لها مدخل واحد ولا يستطيع عدد كبير العبور من هذا المدخل في الوقت نفسه وقد حدث ان شخصا اتصل بي وكنت من المسؤولين عن ادارة المطعم وقتها فقال لي المتصل ان المطعم به قنبلة فاتصلت بالشرطة واتى رجال الاطفاء والاسعاف وقال لي احدهم عليك ان تجمع موظفي المطعم وتخبرهم بهدوء ان هناك قنبلة فتعجبت من هدوء الرجل وقلت بل اخبرهم انت وكان علي ان اتخذ القرار هل اعلم الحاضرين بالامر ونخل المكان وهذا صعب جدا لكثرة العدد الموجود بالاضافة الى الخسارة المالية التي لا اعلم كيف سنعودها ان كان الاتصال كاذبا او مزحة ثقيلة من احد الظانين انفسهم من الظرفاء ام انا علي ان اغامر واعتبر ان هذا الاتصال لم يرد واتعامل وكأن شيئا لم يكن واخيرا قررت ان لا اعلم الحاضرين بالامر ومرت علي ثلاث ساعات من اصعب الاوقات وفي النهاية اتضح ان البلاغ كان بلاغا كاذبا ان القرارات هي ما يحدد مصير الانسان فالقرار هو الذي يحدد طريقة تعاملنا وطريقة غضبنا والطريقة التي نأكل بها والقرار هو الذي حدد شكلنا ونحن نتكلم او ونحن نجلس او ونحن نعمل او ونحن نتشاجر كل هذه القرارات مبنية على مفهوني الذاتي ولكي نتخذ قراراتنا بشكل صحيح علينا ان نعلم كيفية اتخاذ القرار الصحيح حتى نصل الى افضل حال ان العالم اليوم يتحرك بجناحينهما السرعة والابتكار وعلى الانسان ان يدرك ذلك حتى لا يحطمه قطار الزمن واجبات عملية اذكر ثلاثة قرارات انت في امس الحاجة لاتخاذها القرار المبتكر علينا الابتكار والاختلاف عن الاخرين ليس من باب الاختلاف للاختلاف ولكن الاختلاف للتميز وذلك حتى تتميز عن غيرك من الاخرين وعليك ان تعلم ان لا وجود لكلمة مستحيل فكل شيء ممكن يجب ان نعلم ان القرار يبنى على قيام الشخص المقرر وعلى اعتقاده وعلى مفهومه ذتي وعلى ادراكه للاشياء بالاضافة الى المؤثرات الخارجية فلابد ان نتعلم كيف ننمي عضلة اتخاذ القرار ولابد ان نضع في اعتبارنا في اتخاذ القرار ان يكون القرار مبتكرا فماسح الاحذية الذي وجد الناس يرفضون مسح احذيتهم قرر ان يبتكر فجلس مكانه واخذ يقول ويكرر تسعة وتسعون تسعة وتسعون تسعة وتسعون تسعة وتسعون بدلا من ان يقول هل تريد مسح هذائك ثم اخذ يرددها فسأله رجل مر امامه لماذا تقول تسعة وتسعون تسعة وتسعون تسعون تسعة وتسعون تسعون تسعة وتسعون هكذا فقال ماسح الاحذية ان اليوم عيد مولدي وقد مسحت تسعة وتسعين حذاء وقررت أن أمسح الماء مجانا فهل تكون أنت الماء لتسعدني فوافق الرجل وتركه يمسح له الحذاء وفي النهاية أعطاه عشرين دولارا ليدخل عليه السعادة ثم ذهب الرجل ولما بعد عن نظر ماسح الأحذية أخذ ماسح الأحذية يقول ويكرر تسعة وتسعون تسعة وتسعون تسعة وتسعون وقد كان هناك محل لبيع لعب الأطفال وكان الإقبال عليه شديدا لجودة بضاعته ولحسن معاملته للناس ثم لأنه كان بمفرده يبيع لعب الأطفال في منطقته حيث لا يوجد أي محل غيره ينافسه في ذلك ولما عرف بعض تجار لعب الأطفال بذلك أراد أحدهم أن يجرب حظه في هذا المكان ففتح محلا لبيع لعب الأطفال بجوار صاحب المحل الأول فقلت مبيعات المحل الأول فجاء رجل آخر وافتتح محلا آخر في الجهة الأخرى من المحل الأول ليصير المحل الأول محاصرا من الجانبين مما أدى إلى أن تقل مبيعاته بشكل كبير فكر صاحب المحل الأول في فكرة تحفظ على الصدارة في المبيعات والقدرة على الصمود أمام منافسيه فهداه تفكيره إلى أن يكتب على باب محله المدخل الرئيسي مما أدى إلى أن تزيد مبيعاته بشكل كبير على حساب منافسيه إذن علينا الابتكار والاختلاف للاختلاف عن الآخرين ليس من باب الاختلاف ولكن الاختلاف للتميز وذلك حتى تتميز عن غيرك من الآخرين وعليك أن تعلم أنه لا وجود لكلمة مستحيل فكل شيء ممكن إن الإنسان ضعيف بكل ما فيه إلا العقل فإنه قوي وذو إمكانيات لا حدود لها وهذا ما قررته التجربة وما أكدت عليه ديانات السماوية كلها فبالعقل يعز الله أناسا ويذل آخرين والعقل يمد الإنسان يوميا بستين ألف فكرة ولكن أين من يستفيد من هذا الكم الهائل من الأفكار واجبات عملية ترى هل تستطيع أن تنمي حاسة الابتكار لديك وكيف ذلك القرار اللواعي التفكير هو الذي يحدد المصير لذلك لابد أن نقرر كيف نفكر بطريقة صحيحة طريقة التفكير القرار في طريقة التفكير فالتفكير هو الذي يحدد المصير فلاحظ أفكارك لأنها تتحول إلى كلمات ولاحظ كلماتك لأنها تتحول إلى أفعال ولاحظ أفعالك لأنها تتحول إلى شخصيات ولاحظ شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك إذن التفكير هو الذي يحدد المصير لذلك لابد أن نقرر كيف نفكر بطريقة صحيحة إن الإنسان إذا اعتدى أن يفكر تفكيرا إيجابيا فإن ذلك سوف يؤثر على حياته كلها إنني إذا أردت مثلا أن أصلي الفجر في جماعة فإن علي أولا أن أفكر بطريقة صحيحة بأن أحد الأسباب التي تمنعني من الاستيقاظ لصلاة الفجر ثم أفكر أيضا في كيفية معالجة تلك الأسباب بما يحقق لي الهدف في النهاية التركيز نعلم طبقا لقانون التركيز أن أي شيء تركز عليه يتحكم فيك ثم يؤثر في شعورك وأحاسيسك ثم يؤثر في حكمك على الأشياء فعندما تركز أن هذا الشيء أو هذا الشخص يضايقك فإنه سيضايقك بالفعل أيضا الشخص الذي يقول أنا مضطرب نفسيا فهو يركز على أن نفسيته غير طبيعية فيرى نفسه من خلال تركيزه هو ولذلك لا بد لك أن تقرر وأن تركز بالطريقة الصحيحة إن الإدراك كلمة خطيرة هناك من يفكر ويركز أن عينه الشمال لو حدث لها مكروه سيحدث له بعدها مصيبة كبيرة فإذا بعينه تؤلمه ثم تحدث المصيبة فعلا وذلك بسبب قانون الإنجذاب وهو أن أي شيء تفكر فيه وتركز عليه يعود إليك بنفس النوع ونفس النتائج لأنك أرسلت لهذا الشيء طاقة من نوع معين فعادت إليك من نفس النوع فالإدراك هنا ليس له علاقة بالحقيقة ولكن بالطاقة البشرية إذن لا بد أن تقرر كيف تدرك إنك إن كنت مكتئبا وأدرك ذلك العقل وتعرف عليه وحلله وقرر كيف سيتصرف فإنك تستطيع أن تعرف الأشخاص المكتئبين وسط الناس وتنجذب إليك الأشياء من نفس نوعك ونوع أفكارك ذهب أحد الشباب إلى أحد حكماء الصين وقال له أنا أصبحت أملك قدرات لا محدودة ووصلت إلى درجة عالية جدا في الحكمة فأريد منك أن تخبرني بشيء جديد لا أعرفه فطلب منه أن يأتي إليه فجاءه ومشى أمامه فرسم دائرة وقال له الإدراك فقال له أنا أعرف أدركت ولذلك أتيت إليك فرسم دائرة ثانية وقال له الإدراك فقال له لقد رأيت الأولى فهل من الممكن أن تقول لي ما الأمر فرسم دائرة ثالثة وقال له الإدراك فقال له الشاب هل تسخر مني فقال الحكيم لا إطلاقا ثم طلب منه أن يرجع للخلف ففعل ما طلبه الحكيم فوقع في الحفرة وعندما وقع في الحفرة غضب بشدة وقال ما هذا الذي تفعله معي وما هذه الدوائر التي رسمتها وما هذا الكلام الذي تقوله وظن الشاب أن الحكيم قد كبر وخرف فقال له الحكيم الدائرة الأولى هي إدراكك لأفكارك والثانية هي إدراكك لتحدياتك والثالثة هي إدراكك لأحاسيسك فأنت أمامك الكثير حتى تقول لقد وصلت إلى الحكمة لأنك وأنت قادم لم تدرك كيف تفكر أدركت فقط أنك أصبحت رائعا وهذا التفكير سبب لك أحاسيس جعلتك لا تفكر في التحديات وهي الحفرة التي كانت بجوارك والتي طلبت منك أن ترجع فوقعت فيها فلما وقعت فيها اضطرب إحساسك الشعور والأحاسيس إن الأحاسيس هي وقود الإنسان وبغير الأحاسيس لا تستطيع أن تتحرك وبغير الأحاسيس لا يكون الإنسان إنسانا فعلا تسبب الأحاسيس لإنسان أشياء كثيرة لأن الأحاسيس تسبب أمراضا نفسية وغير نفسية وهي تسبب السلوك فتجد أن الفكرة تسبب إحساسا إذن فلو غيرت أفكارك ينتج عن ذلك تغيير لحياتك كلها والشعور والأحاسيس تأتي من التفكير فالله سبحانه وتعالى وهبك الروح وهذه الروح تحتاج إلى الجسد حتى تعمل بداخله وهذا الجسد به الذهن الذي يحتاج إلى الشعور والأحاسيس لتحركه وهذه الشعور والأحاسيس هي وقود الفعل فبمجرد الشعور والأحاسيس يأتي الفعل فالذي لا يستطيع أن يتحكم في أحاسيسه من الممكن أن يكون رائعا ولكنه لعدم تحكمه في أحاسيسه ستجد أن سلوكياته سلبية وستجد أن نتائجه سلبية وستجد مزاجه من النوع ذاته وعليك أن تتحكم في أحاسيسك وأتتحكم في سلوكياتك وإذا تحكمت في سلوكياتك فمن الممكن أن تجد إنسانا يسبب لك اضطرابا في أحاسيسك ومن الممكن أن تكون دكتورا رائعا ولكن قد تضطرب أحاسيسك بسبب مكالمة ومن الممكن أن تكون إنسانا ممتازا في الزواج وتختلف أحاسيسك بسبب موقف معين فتتعامل مع الطرف الآخر بأحاسيس سلبية السلوك يأتي السلوك بعد الشعور والأحاسيس فمثلا الشخص الذي يقوم بعمل رجيم يمتنع عن الطعام ثم فجأة يشعر برغبة في الطعام ويكبر هذا الشعور بداخله مصحوبا بصوت داخلي وهو ما يسمى بحالة الطوارئ الداخلية فإذا به يفتح الثلاجة ويأكل بشراها وينسى تماما الرجيم فالشعور والأحاسيس هي التي أتت بهذا السلوك لذلك لا بد أن يكون لديك القرار الداخلي في التحكم في شعورك وأحاسيسك وفي التحكم في سلوكك والتحكم في الفعل فإذا ما تحكمت في الفعل عرفت النتيجة إن الناس يحكمون على بعضهم البعض من خلال الفعل وليس من خلال الكلام لأن الأفعال هي ما يترتب عليها النتائج الجيدة الخلاصة إذا كان تفكيرك غير مضبوط وتركيزك غير مضبوط وإدراكك غير مضبوط فبالتالي ستكون الأحاسيس والسلوك غير مضبوطة وسيأتي الفعل مبنيا على كل ذلك وأذكر هنا أن شخصا أتى إلي في العيادة وقال لي يا دكتور أنا أعاني من صداع كل يوم الساعة الثالثة والنصف فقلت له قابلني الساعة الثالثة وقابلته وكنت أتحدث معه عن حياته وعن الأمور العادية وكان هو يتوقع الصداع ولما كانت الثالثة والنصف قال لقد أتى الصداع فقلت له لا تركز على الصداع ولكن ركز على الأشياء الأخرى وبعد فترة قال إنني أشعر بتحسن فهو هنا غير تفكيره وغير تركيزه فلابد أن تقول لنفسك ممكن ممكن يمكن أن تفعل أي شيء مدام هناك شخص قبلك استطاع أن يحقق شيئا فأنت أيضا تستطيع أن تفعله ستكون وقتها أفضل أما إذا كان هذا الأمر لم يفعله أحد قبلك فستكون أنت الأول لابد أن تفكر باستمرار كيف تنمي نفسك وذلك بقرار تتخذه فمدام قرارك هذا صحيحا ولا يغضب الله سبحانه وتعالى فافعله فورا واجبات عملية أغلق عينيك وتخيل نفسك في الماضي وغير كل ما تريد تغييره تحديات القرار يجب أن نعلم أن 95% من القيام الحسية والعاطفية وتسعين في المائة من القيامنا كلها تتكون لدى الإنسان أثناء السبع سنوات الأولى من حياته البرمجة السابقة نجد كل إنسان مبرمجا بطريقة معينة منذ الصغر ويكبر على هذه الطريقة ويتصرف ويتكلم بناء على هذه الطريقة ويأخذ القرارات من هذه البرمجة فكيف نغير هذه البرمجة؟ والسؤال الآن كيف نغير هذه البرمجة؟ هذه البرمجة تتم في المخ في مكان معين وتحدث بالحواس الخمسة فإذا حدث أي تغير في هذه الحواس فالمخ لن يعرفها فحينما يغضب الإنسان وإن لم يتمد في غضبه فإن المخ يدرك ذلك ومن ثم يفتح ملفا عقليا يحمل نفس العنوان الذي أوحيت إليه به أنا غاضب وكلما غضبت أدرجت نفس الأحاسيس والأفكار في ذلك الملف وبالتالي تتراكم الأحاسيس وتتزايد حدة مشاعر الغضب ومع تقدم الإنسان في السن وتراكم الأحاسيس يصل الإنسان حين يثار بأدفه الأمور إلى ذروة الغضب بسرعة ومن ثم نجد أشخاصا قد يكونون ماهرين في عملهم حين يغضبون يفقدون توازنهم وقدرتهم على التحدث والتفاهم وقد يتسبب ذلك في خساراتهم لأموالهم أو تسريحهم من عملهم أو قطيعتهم مع الآخرين فهل سلوكهم هذا يرضي ربهم أو يحقق أهدافهم أو تتحسن به صحتهم بالطبع لا إذن لماذا يفعلون ذلك تتلخص الإجابة عن هذا السؤال في كلمتين البرمجة السابقة تلك البرمجة التي يكتسبها الفرد من الأسرة والمدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام والمحيط الاجتماعي ككل فضلاً عما يضيفه هو إلى ذلك إن الله عز وجل قد خلق العقل للإنسان ليكون خادمه لا مديره فإن جعلته مديرك فسوف يدير لك فقط الملفات العقلية التي تمت برمجتها في الماضي تلك الملفات التي أشار باحثو جامعتين سان فرانسيسكو وهارفورد إلى أن 90% منها ذو أثر سلبي لأن الفرد يكتسبها من المحيط الاجتماعي دون أي إدراك أو تحكم منه وبالتالي قد تكون غير مناسبة للفرد وطبيعة معيشته في الحياة على سبيل المثال قد يكون الوالدان من النمط العصبي سريعاً انفعال فيكتسب الطفل ذلك منهما دون وعي مما قد يسبب له مشكلات أو تعسر في التعامل مع الآخرين حين يكبر ومن ثم فعل الفرد أن يعمل على تصحيح تلك البرمجة السابقة وتنقيحها ومراجعتها أولاً بأول حتى تتحسن علاقاته بالآخرين وحياته مثالاً على ذلك الفيلم المرعب فالشيء الذي يخيفنا منه هو الصوت والصورة فإذا كتمت الصوت فإن أحاسيسك ستتغير أي أن الرعب سيقل وإذا أخذنا نفس الفيلم وصغرنا الصورة جداً أو أدخلنا موسيقى سعيدة على الفيلم أو ألبسنا البطل ملابس مضحكة أو جعلنا أذنه بشكل أذن الأرنب فهل سيكون لديك نفس الإحساس بالرعب؟ طبعاً سيتغير رغم أن الفيلم هو هو فيلم مرعب لكن المحتوى والتركيبة تغيرتاً فإذا تغير التركيبة أي تجربة فإن المخ سيلفظها انتبه معي لهذه القاعدة لكل تجربة تركيبة مكونة بالحواس الخمس توضع في مكان معين في المخ وتسمى الملفات العقلية وإذا حدث تغيير في التركيبة يحدث تغيير في التجربة ومعنى ذلك أنني إذا غيرت تركيبة أفكار تسببت في أحاسيس سلبية إلى أفكار ينتج عنها أحاسيس إيجابية تتغير التجربة وعندما يعود إليها المخ مرة أخرى يجد أنها قد تحولت إلى مهارة تحولت إلى قدرات ومدامت قد تحولت إلى مهارة فإن العقل العاطفي يرتاح وكذلك العقل التحليلي وأذكر هنا قصة امرأة كانت تخاف من الصراصير فقلت لها لماذا تخافين منها؟ قالت لأن لون الصرصور بني وهو لون سيء وبالمصادفة كانت تلبس اللون البني فقلت لها لماذا تلبسين مثله إذن؟ فقالت السيدة لأن اسمه كريه فسألتها عن اسم شخص تحبه فقالت خالد فقلت لها إذن سنسمي الصرصور بهذا الاسم فكانت إذا مرأت الصرصور ضحكت فالإنسان في منتهى القوة لكن التركيبة هي التي تكون غير صحيحة فلا نجد طفلا يولد محبطا وخلاصة القول إن البرمجة السابقة قابلة للتغيير التعميم السلبي التعميم السلبي هو التركيز على شيء معين صغير ثم تعمم الأمر مثلا الشخص المتضايق من شيء يقول البلد كلها سيئة فإذا عمم الإنسان أمرا فلن يستطيع أن يتخذ قرارا فالشخص الذي يقول أنا مضطرب نفسيا عمم الأمر وضخمه فتكون أحاسيسه مضخمة أيضا لذا على هذا الشخص أن يعرف ما الذي يؤرقه فعلا ويبدأ بمعالجته فيخرج بذلك من التعميم إلى التخصيص الخوف من الفشل وهذا الأمر يتكون لدينا منذ سن صغيرة جدا فالطفل الصغير إذا ما حاول وضع يده على النار ستصرخ الأم في طفلها لا تمسك بالنار لكنها لم تقل له لماذا لا يمسكها فتلك الأم لم تفهم صغيرها ماذا سيحدث له إذا أمسك النار وبالطبع لأن الطفل ليس لديه ما يخاف منه من مسك النار فسيحاول هذا الطفل أن يلمسها دون أن تراه أمه ووقتها سيلسع الطفل ويشعر بالفشل لأول مرة في حياته فينشع عنده الخوف من الفشل ويخزن مخ هذا الطفل ذلك الخوف من الفشل وتلك التجربة الماريرة ويبني المخ على هذه التجربة بعد ذلك أمورا أخرى فإذا كبر هذا الطفل وأراد أن يدخل في مشروع مثلا نجده يتراجع ولا يستطيع أن يقبل على أمر كهذا لخوفه من الفشل فعلينا أن نسأل أنفسنا مما نخاف وما هي النتيجة التي ستترتب على فعل هذا الأمر وما هي أسوأ الأمور التي ستحدث لو أقبلت على هذا الأمر وما هي أفضل النتائج لفعل ذلك الأمر يجب أن نعلم أن 90% من قيام الإنسان العاطفية و95% من قيامنا تتكون لدى الإنسان أثناء السبع سنوات الأولى من حياته وليس معنى ذلك أنه بعد سبع سنوات ليست هناك إمكانية للتغيير وذلك لأن البرمجة كما أسلفنا قابلة للتغيير وأخيرا أقول أنه ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب فأي شخص ناجح في حياته ستجد له الكثير من السقطات والزلات فكلما ألقيت الكرة للأرض بقوة رجعت إليك بارتفاع أعلى وأسرع في الواقع ليس هناك فشل فالشخص الفاشل ناجح في فشله لأن العقل البشري يعينك بما تعطيه وتزوده من أفكار فإذا أوحيت إليه بأنك فاشل فإنه ينمي إليك تلك الفكرة ويمدك بكل تدعيم الذي يؤكد ذلك ويبعث في الجسم المشاعر والأحاسيس المصاحبة للفشل فهذا نجاح عقلي في الفشل لقد دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية عن آخرها إلا أن الشعب الياباني كان يملك الثقة بالذات التي قادته إلى العمل لأن يكون أفضل شعوب العالم وأكثرها تقدما منطقة الأمان هي شعور الإنسان بالأمان وذلك لأن لديه الدخل الذي يجعله يعيش بشكل جيد ولديه المنزل الذي يؤيه والعمل الذي كان يسعى له وحقق ما كان يطمح إليه ومنطقة الأمان هذه أنا أسميها منطقة الخطورة لأن الإنسان إذا اطمأن بدرجة عالية فلن يستغل قدراته لأنه لا يعرف لما يستغلها فهو سعيد فلماذا يتعب نفسه إذن؟ وبالتالي سيدخل الروتين على حياته وتبدأ الإحباطات والأوجاع النفسية ونجد الكثير والكثير من الأشخاص الذين لديهم كافة الوسائل التي تجعلهم سعداء في حياتهم لكنهم يكونون في الحقيقة تعسى ومرضى نفسانيين يقولون لأنفسهم لماذا أقرر؟ لماذا أتغير؟ أنا سعيد هكذا لكنه داخليا يشعر بالضيق لأن الجميع حوله في حركة وتغير لكنه توقف عند نقطة معينة وأذكر هنا قصة صديق لي كان يمتلك مطعما للأسماك الطازجة فقال لي مرة أتدري هذا السمك بالفعل طازج لكنه ليس له طعم فقلت له اجلب سمكا من نوع آخر يشاكس سمكك ويجري وراءه فيحرك سمكك داخل الماء لأن سمكك يعيش في منطقة الأمان وليس لديه النشاط الذي يؤدي لتقوية العضلات وبالفعل بعد أن فعل ذلك تغير طعم السمك وأصبح ألذ ضعف الثقة في الذات إذا كان لدى شخص برمجة سابقة سلبية وخوف من الفشل سلبي وتعميم سلبي فأين الثقة في ذلك؟ لا بد أن يكون هناك خلل وسيشعر هذا الشخص بعدم الثقة فالثقة بداخلها التقدير الذاتي والصورة الذاتية والمثل الأعلى الذاتي الشعور والأحاسيس الشعور والأحاسيس ربما تكون عائقا أمام اتخاذ القرارات وصحة هذه القرارات فلو بنى الإنسان قراراته على شعوره وأحاسيسه فقط لكانت هذه القرارات خاطئة لأن الإنسان إذا كان سعيدا فسيعطي الجميع بإفراط وإذا كان غير سعيد فسيمنع ويمسك وفي كلت الحالتين القرار خطأ لأنه يجب الموازن والاعتدال في اتخاذ القرارات إنك إذا تحكمت في أحاسيسك تستطيع أن تتحكم في حياتك إذن معنى ذلك أن من واجبنا أن ندرب أحاسيسنا ونقرر بماذا نحس وعلينا أن نجعل العالم الخارجي يتحكم في أحاسيسنا من الممكن أن تخرج مع صديق لك لكي تقضي وقتا طيبا معا ولكن بعد ذهابكما اختلفتما في الرأي فتركته وأنت متضايق منه لأنه هو الذي تسبب في هذا الوقت الضائع وأنت سائر تجد أن المخ يدعمك فيلغي كل الأمور الطيبة فيه ويعمم لك كل الأمور السيئة عنه ويفتح كل الملفات العقلية عنه من الولادة إلى الآن بكل الأشياء السلبية فتصبح تريد قتله ولكن بمجرد أن يتصل بك تليفونيا ويقول لك إننا صديقان وهذا لا يصح وإذا كنت أخطأت في حقك فأنا أتأسف لك أنت تعلم كم أنا أحبك فتقول له عندك حق أنا المخطئ فيلغي المخ كل سلبيته ويعمم الإيجابيات عنده فتقول له لابد أن أراك وعندما تذهب إليه يغضبك مرة أخرى فتقول أنا السبب كان يجب أن لا أذهب إليه كل هذه أحسيس وفي النهاية إذا شعر الإنسان بأنه لا يستطيع أن يتخذ القرارات وخصوصا إذا كانت تلك القرارات مصيرية فسيصل إلى ثلاثة أمور التوتر والغضب والقلق فعلى الإنسان الذي يريد أن يتخذ القرار أن يعلم أن كل شيء له حدود وأذكر هنا قصة سيدة أتت إلي قائلة إنها تريد الطلاق من زوجها لكنها مترددة ولا تستطيع أن تتخذ القرار فقلت لها عليك أن تختاري وتدركي أمرا من أمرين إما الحياة مع زوجك وتعرفينك كيف ستعيشين معه ويكون لديك المرونة في التفكير حتى تتمكني من استمرار الحياة مع زوجك وتتعاملي معه من خلال قيامه هو وليس قيامك أنت وإما الخروج من حياته وعليك معرفة كيف ستكون الحياة بدونه ثم بدأت أساعدها في اتخاذ القرار فسألتها هل زوجك يضربك فقالت لا 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 طبعا فسألتها هل هو ملتزم بالإنفاق عليك قالت نعم فقلت لها هل يعارض التنزه والخروج قالت لا نخرج معا فسألتها هل يعرف نساء غيرك قالت لا لا تقول ذلك فقلت لها إذن هو إنسان محترم قالت نعم فقلت لها إذن أتركه سريعا لأن هذا الرجل تنتظره ألف امرأة بفارغ الصبر فقالت نعم هو ليس سيئا بالدرجة التي شعرت بها ثم بدأت أعرف منها ما يضايقها منه ووجدته شيئا واحدا فقط لكنها عممت الأمر وركزت على ما يضايقها منه فنشأ عندها التركيز المتكرر الذي نشأ عنه قانون التكرار الذي أدى إلى قانون العادات وهي برمجة عادة في المخ لذا نقول إن التفكير يحدد المصير واجبات عملية اذكر أمرا لديك ينطبق عليه قانون البرمجة السابقة وكيف تغيره دوافع القرار يجب أن يكون الإنسان واضحا في اتخاذ القرار ويعرف ما يريد فعلا وبالتحديد لأنه إن لم يفعل ذلك فلن يحقق شيئا يذكر الاعتقاد الاعتقاد هو ما يدفع الشخص لاتخاذ القرار وهذا الاعتقاد يكون في منتهى القوة كان هناك شخص اسمه رانس كينيل تعرض لحادث سيارة وهو في الثامنة من عمره أدت إلى بطر قدميه الاثنتين وظل حزينا عاما كاملا فكان يجلس بجاني بشجرة كل يوم وهو يبكي ثم فجأة قرر أن يغير حياته وبالمصادفة وجد أثناء مشاهدته للتلفاز فريق كاراتي فقرر أن يلعب كاراتي وبسبب بطر قدميه رفض من الجميع فلم يقبل أحد أن يعلمه الكاراتي حتى قبله رجل وحيد اسمه ليزلي ولكن بشرط أن يأتي إليه في أوقات محددة وبطريقة محددة وبتدريب معين فوافق الطفل وخلال ثلاث سنوات حصل رانس كينيل على الحزام الأسود ثم امتلك مدرسة لتعليم الكاراتي بها ألفي طالب لقد كان لدى ران اعتقاد دفعه أن يقرر أن يغير حياته وهذا الاعتقاد منحه القوة ليحقق ما قرره أيضا هيلين كيلر هي امرأة عمياء وصماء وخرساء لكنها من أكبر فلاسفة العالم وهي من قالت يوجد الكثير من الناس التي تملك البصر لكنها لا ترى وهناك من لا يملك البصر لكنه يرى وهناك من يملك السمع لكنه لا يسمع وهناك من لا يملك السمع ويسمع ولقد قررت أن أكون من هؤلاء الناس الوضوح الوضوح هو معرفة الشخص ماذا يريد بالضبط فهناك من يريد أن يتخذ القرار لكنه لا يتضح لديه ماذا يريد بالضبط وكلنا نعلم قصة أليس في بلاد العجائب وفيها الطفلة الصغيرة عندما ظلت الطريق فمرت على قطة فسألت أليس القطة إلى أين أنا ذاهبة من خلال هذا الطريق فقالت القطة هذا يتوقف عليك أين تريدين الذهاب فقالت أليس لا أدري فردت القطة إذن أي طريق سوف يوصلك فيجب أن يكون الإنسان واضحا في اتخاذ القرار ويعرف ما يريد فعلا فرام القوس ينظر ويركز للمكان الذي يريد أن يصل إليه القوس أو كمن يقود سيارة وهو ناظر إلى الوراء الأمل ونذكر في الأمل قصة رائعة وهي حقيقية أن رجلا لديه ولد وبنت صغيران وزوجته متوفاة وقد كرس الرجل حياته كلها لإسعاد ولديه وذات يوم وصل الأب الطفلين إلى المدرسة ثم عاد وبعد قليل سمع أن زلزالا حدث فانهارت المدرسة على الأطفال فجرى الأب مسر عن نحو المدرسة لإنقاذ ابنه وابنته وظل يبحث هنا وهناك دون جدوى وحاول رجال الشرطة إبعاده قائلين إنه لم يعد هناك أمل لكن كان يقول مصرا إن طفليه ما زال حيين وفي الرابعة صباحا وبعد بحث طويل وجد الأب يد صغير تخرج من التراب فأسرع هو والمحيطون لمساعدة ذلك الطفل ووجدوا بعده أطفال آخرين فكانت ابنته هي الرابعة وظل الأب متعلقا بالأمل أن ابنه ما زال حيا وبالفعل خرج الإبن وكان آخر من خرج فجرى عليه الأب فاحتضنه فقال الولد لأبيه لا تحزن أنت تعلم أنني أخرج الأخير من المدرسة وعليك أن تتوقع مني أن أخرج هنا أيضا الأخير ولقد كنت متأكدا أنني سأجدك تنتظرني فقد كان لدي الأمل بأنك لن تتخلى عني فقال الأب وأنا كان لدي أمل في الله أنني سأجدك فالأمل يحدد المصير ويصل بصاحبه إلى ما يريد لذا على الإنسان أن يتحلى بالأمل دوما الإيحاء إن الإيحاء يدفع الإنسان لاتخاذ القرار ونذكر قصة رجل فاز في بطولة للجري حيث استطاع هذا الرجل أن يجري ميلا في أربع دقائق فلم يصدق الناس أنه استطاع قطع تلك المسافة في ذلك الوقت فجرى أمامهم مرة أخرى وكسر الحاجز والاعتقاد هو الذي يولد الفعل والفعل هو الذي يولد الاعتقاد وبعد مرور إسبوعين استطاع رجلان أن يفعل مثله وخلال سنة استطاع ستة وعشرون فردا تحقيق ذلك الرقم القياسي في الجري واليوم لا يقل عدد الأشخاص الذين استطاعوا قطع ميل في أربع دقائق عن اثنين وعشرين ألف شخص في العالم حتى طلاب المدارس يحاولون الوصول لهذا الرقم وذلك لأن هناك من بدأ باعتقاد قوي ووضوح رائع وأمل خطير بالإضافة إلى الإيحاء الداخلي اليأس أحيانا يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس فيتخذ قرارا وهو يائس ويكون هذا القرار قرارا مصيريا وأذكر هنا أنني عندما كنت في الميريديان وكانوا يتهمونني أنني سارق فأثبت براءتي ثم تركتهم وعندما كنت ماشيا في الشارع يائسا وكانت زوجتي قد أنجبت لي ابنتي التوأم نانسي ونرمين ولم يكن معي المال الذي أنفقه على أسرتي فكنت أفكر فيهن وأفكر كيف سأطعمهن فسمعت صوت كلمات أبي بداخلي تقول لي عندما يغلق الله سبحانه وتعالى عليك بابا فإنه سيفتح لك شباكا لتقفز منه فتتمكن وقتها من رؤية العالم كله فقررت وقتها أنني لن أتعرض لذلك الموقف مرة أخرى وقررت أن أدرس وفعلا التحقت بجامعة كونكاديا وكانت الدراسة من الساعة الرابعة إلى الثامنة كل يوم وفي الصباح كنت أعمل في الهوليدي إن أحمل الكراسي والمناضد وبالليل كنت أعمل حارسا فقررت بإصرار وتعلمت أنني يجب أن يكون لدي مهارات وعلوم مختلفة وعلي أن أدرس الكمبيوتر وأتعلم وظائف أخرى حتى وصلت لقانون التحكم وهو أن يتحكم الإنسان في حياته ويكون لديه أكثر من بديل في حل المشكلة ووصلت فعلا إلى ما أردت وأنا الآن حاصل على 32 دبلوما لكن يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي فأنت ما زلت حيا تتنفس عندك فرصة لتقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى عندك فرصة لتحسن صحتك عندك فرصة لتحقيق أهدافك فعلى الإنسان أن يتحكم بأحاسيسه حتى يستطيع أن يتخذ قرارا ولا يجعل المؤثرات الخارجية تؤثر عليه إطلاقا وهنا أذكر أن سيدة سألتني مرة يا دكتور هل لديك أبناء؟ فقلت لها نعم فقالت هل تأخذهم معك في سفرك؟ قلت لا قالت كيف تتركهم؟ أنا لا أستطيع أن أترك أبنائي أبدا ولكن أخذهم معي في كل مكان وهنا لم أقل لنفسي نعم أنا مخطئ كيف لا أخذهم؟ ولما أجعل رأي تلك السيدة يؤثر عليه؟ فليس لها أن تقارر لي ولكن أنا من أقارر لنفسي فهو قراري أنا الشخصي أخرج إلى الشارع وقل لأحد الناس في وجهه يا حمار وانظر ماذا سيفعل مهما كان انظر إلى عينيه وقل له حمار حمار حقا وإذا كان هناك حمار موجود انظر إليه وقل سبحان الله بالضبط انظر ماذا سيفعل معك لا بد أنه سيجري خلفك فقل له هل أنت حمار حقا إذن فماذا يغضبك إلا إذا كان بداخلك حمار من صغرك ولم تتعالج منه وأتساءل ماذا سيحدث إذا قال شخص لشخص يا غبي ماذا سيفعل الشخص الموصوف بالغباء وقتها إذا شعر بالضيق فاعلم أنه يشعر بداخله أنه غبي أما إذا كان لا يشعر بداخله بالغباء فسيقول لماذا قلت ذلك وهنا أذكر أنني كنت في لويزيانا وأتى إلي شاب على المسرح وسط ألف شخص وقال لي يا دكتور أنت غبي جدا فقلت له كيف عرفت لا أحد يعرف ذلك غير أمي أنت عرفتني في نصف ساعة لا بد أن أهنيك ثم سألته لماذا تقول ذلك قال لأنك قلت كذا وكذا وكذا فقلت له أنا لا أقصد ذلك أنا آسف فمشى الشاب ثم عاد وقال لي أنا آسف فيجب على الإنسان أن يتحكم في أحاسيسه وأن يقرر التحكم في مشاعره وأحاسيسه فالشخص الذي يتحكم في نفسه يسيطر عليها ويستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة أما الشخص الذي يفقد القدرة على التحكم في شعوره وأحاسيسه فإنه سيفقد عصابه خلال ثلاثين ثانية سيخرج عن الموضوع ويقول كلاما تافها وهنا لن يستطيع أن يتخذ قرارا صحيحا واجبات عملية بصراحة شديدة ماذا تفعل إذا قال لك شخص أنت غابي ولماذا تتصرف على هذا النحو؟ عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة الإلهام الداخلي الأحاسيس التفكير التفكير الأحاسيس الإلهام الداخلي التفكير عند اتخاذ القرار لابد أن يكون ذلك القرار مبنيا على المنطق والمعلومات وهو ما ينتج عنه التخيل السليم وليس على الشعور والأحاسيس فقط فلابد من وجود التفكير والمعلومات المنطقية وسينتج التخيل عن ذلك التفكير المنطقي إذن المنطق والتخيل يأتيان نتيجة التفكير لا يقع أي تفكير دون تخيل فالإنسان يفكر باستخدام الصور فلا يمكن أن تذهب مثلا إلى العمل دون أن يتخيل العقل كل صور الطريق حتى تصل ولا يمكن أن تسلك أي سلوك دون تخيل لأن التخيل يسبب أحاسيس وعلى الفرد أن يستخدمها بطريقة إيجابية بما يعود عليه بالنفع لا بالضرر فالإدراك والتخيل كلاهما يسبب أحاسيس إيجابية كانت أو سلبية الأحاسيس عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة الإلهام الداخلي أو البديهة وهو صوت داخلي يخاطب الإنسان أثناء اتخاذه للقرار بأمر ما وهذا الصوت عادة يكون صوابا مثلا عندما تكون واقفا في طابور طويل وبجانبك طابور آخر فيه الحركة أسرع من طابورك وأنت تفكر في الانتقال للطابور الأسرع لكن بداخلك صوت يقول لك لا تنتقل ابقى مكانك مكانك أفضل ستحدث مصيبة لكنك لا تنصت لهذا الصوت وتنتقل من طابورك إلى الطابور الأسرع وتصل إلى دورك فيحدث عطل وتظل واقفا فترة أطول ويقول لك الصوت الداخلي ألم أقول لك؟ وهذا الصوت هو البديهة أو الإلهام الداخلي وهناك فرق بين البديهة والتحدث مع الذات فالإنسان إذا سمع هذا الصوت سلبيا واعتبره ضده فهذا هو التحدث مع الذات أما البديهة فهي شعور يوصلك إلى راحة داخلية إذن عليك أن تفكر بمنطق ثم تضع شعورك وأحاسيسك ثم تترك البديهة والإلهام الداخلي يرشدانك إلى القرار الصحيح واجبات عملية قرر كيف تغير حياتك لما هو أفضل من خلال نقاط عملية نشاطات العقل لكي يستطيع الإنسان أن يتخذ أفضل قرار عليه أن يصل بعقله إلى مرحلة الألفة ولكي نصل لهذه المرحلة لا بد أن نعلم وظائف العقل الواعي ووظائف العقل اللواعي البيتا الألفة الثيتا الدلتا إن العقل اللواعي لديه قوانين نشاطات العقل الباطن وهي ستمائة واثنان وسبعون قانونا أولها قانون نشاطات العقل الباطن وهو ينص على أن أي شيء تفكر فيه يتسع ويتزايد من نفس نوعه فلو أنك تفكر في شيء وحللته بعد أن تعرفت عليه وقررت كيف ستتعرف معه فعندما ينتقل إلى العقل اللواعي فما السبب في اتساعه وتزايده من نفس نوعه إنه العقل لأنه يفتح لك ملفاته العقلية المتعلقة بهذا الشيء من يوم ولادتك حتى لحظة تفكيرك فيه لأن كل الأشياء التي لها نفس النوع تضع في ملف واحد فإذا غضبت يفتح لك ملف الغضب وكلما غضبت يفتح نفس الملف فتتراكم فيه الأحاسيس والأفكار ونشاطات العقل عبارة عن النشاطات الطبيعية للمخ خلال اليوم وأول مرحلة من مراحل نشاطات العقل هي البيتا البيتا هي ذبذبات المخ وهي أخطر مرحلة يمكن للإنسان أن يتخذ فيها القرار حيث يصدر المخ فيها ذبذبات عالية جدا وخطيرة وهي من أربع عشرة إلى ثمان وعشرين دورة في الثانية والمخ في مرحلة البيتا يكون منشغلا بأكثر من شيء فيكون منشغلا بالأفكار وبالمؤثرات الخارجية التي تحيط الإنسان وقتها ومنشغلا بالأمور الحياتية سواء كانت أمورا تسعد الإنسان أو تحزنه إذن الراحة والاسترخاء الداخلي للمخ تكون قليلة جدا أثناء مرحلة البيتا الالفة وهي أفضل منطقة لاتخاذ القرار حيث تكون ذبذبات المخ فيها من سبع إلى أربع عشرة دورة في الثانية فهي مرحلة متزيرة بين الجزء الأيسر والجزء الأيمن للعقل فالتخيل أحد مصادر الأحاسيس وهناك استراتيجية تسمى أوتوجينيك أنا أسميها أوتوجينيك إكسرسايز تدريبات الأوتوجينيك تقوم على التخيلات أوتو أي ذاتي جينيك متعلق بالوراثة وأول من طرق هذا الموضوع رجل يدعى إيميل كينمي سويسري الجنسية حيث استخدم هذه الاستراتيجية في علاج مرضاه وحقق نتائج وصلت إلى نسبة 24% لكن مؤسسة الأطباء فصلته لأنها رأت أنه يتناول الموضوع بطريقة غير أكاديمية قد تسبب الفوضى بعد ذلك بعشر سنوات ظهر عالم ألمالي وحاول ضبط ما قدمه إيميل كينمي من نتائج وقدم استراتيجية تسمى Progressive Relaxation أي الاسترخاء بطريقة مستمرة حتى يصل الجسم إلى مرحلة الألفة كما قدم استراتيجية أخرى تسمى التصور الإبداعي وحينما يتبع الفرد هاتين الاستراتيجيتين مع التأكيدات التي تسمى Auto Suggestions تصل النتائج إلى 34% وسمى هذه المجموعة Auto Enic مختارا اسما ذا طابع طبي حتى لا يتعرض لمساءلة مؤسسة الأطباء ثم أخذ الناس في استخدامها ويكفي أن نعلم أن 50% من تدريبات الرياضيين العالميين مثل محمد علي كلاي وأندرو أغاسي وغيرهما يستخدم فيها Auto Genic حيث يغلق لاعب السلة مثلا عينيه ويتخيل أنه يلقي بالكرة في السلة ويحدد مكانه والمسافة بينه وبين السلة وبضبط ذلك يخزن المخ هذه المعلومات وهكذا يصبح اللاعب متدربا على ذلك داخليا ونحن نستطيع أن نستخدم هذه الاستراتيجية مع الأحاسيس بأن يدرب الفرد نفسه مقدما يغلق عينيه ويتخيل نفسه وهو يتعامل مع شخص صعب المراس لا يستطيع عادة أن يتعامل معه ثم يتخيل نفسه وهو يتعامل مع هذا الشخص بطريقة متزنة في قوله وفعله ومن ثم يبدأ المخ في تخزين هذه البرمجة الجديدة للتعامل فعندما يرى الفرد نفسه وهو يتعامل مع ذلك الشخص بالطريقة الجديدة فحينما يلقى هذا الشخص حقيقة نصبح أمام مسارين البرمجة القديمة والبرمجة الجديدة بذا نكون قد كسرنا تركيبة التجربة القديمة وأعدنا تشكيلها وقد اكتشف هذا المنهج في الاتحاد السوفيتي واستخدموه في تدريب الأشخاص المشاركين في المسابقات وفعلا نجح الأمر ثم اتسعى وأصبح يستخدمه الأمريكيون الآن وقد استخدم اليابانيون ذلك في مجال الإدارة كما تستخدم منطقة الألف كذلك في العلاج التنويمي بالإحاء أثيتا وفيها يكون الشخص مسترخيا تماما حيث ينام الشخص ويحلم ويكون عالما أنه نائم ويحلم ويصدر المخ فيها ذبذبات من ثلاث إلى سبع دورات في الثانية وتسمى المرحلة العميقة الدلتة يصدر المخ فيها ذبذبات من صفر إلى ثلاث دورات في الثانية وهي مرحات النوم أو الميت اليومية وهي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى حيث يعالج الجسم نفسه فالجسم يكون متعبا ومرهقا فينام الإنسان وينفصل عن العالم فإذا ما استيقظه وجد الإنسان نفسه مرتاحا تماما ليبدأ يوما جديدا ولكي يستطيع الإنسان أن يتخذ أفضل قرار عليه أن يصل بعقله إلى مرحلة الألفة ولكي نصل لهذه المرحلة لا بد أن نعلم وظائف العقل الواعي ووظائف العقل اللاواعي ونعلم أننا لو تخيلنا أن العقل الواعي بحجم كرة البينك بونك فإن العقل اللاواعي بحجم كرة السلة واجبة عملية هل تستطيع الآن أن تحدد ما هي أفضل مراحل نشاطات العقل التي يمكنك فيها اتخاذ القرارات ولماذا؟ العقل الواعي التعرف على المعلومات المقارنة بين المعلومات تحليل تلك المعلومات أخذ القرار العقل الواعي له أربع وظائف أساسية التعرف على المعلومات والتعرف على المحتوى المقارنة بين المعلومات والمحتوى الذي تعرف عليه وغيره من المحتويات الأخرى تحليل تلك المعلومات والمحتويات أخذ القرار ونأخذ مثالا وهو أن شخصا قال لك صباح الخير فستفكر فيما معنى ما قاله ثم تقارن بين تلك المعلومات وبين غيرها في الماضي وتحليلها ثم تتخذ القرار بالرد عليه واجبات عملية حاول أن تربط بين ما يصدر عن الآخرين وبين ثقافاتهم ولا تقيس كل ما يصدر عنهم من خلال ثقافتك أنت العقل اللاواعي الخطورة تكمن لو أن الإنسان أسلم نفسه للعقل اللاواعي وترك له مهمة القيادة وتحديد ردود الأفعال بمجرد أخذ القرار يأتي دور للعقل اللاواعي الذي بداخله كل مخازن الذاكرة فيفتحها لك ويعرض أمامك المعلومات التي تريدها بالإضافة إلى شعورك وأحاسيسك وإلى تعبيرات وجهك وحركات جسمك حتى يوصلك في النهاية للفعل والخطورة هنا تكمن لو أن الإنسان أسلم نفسه للعقل اللاواعي وترك له مهمة القيادة وتحديد ردود الأفعال مثال على ذلك الشخص الذي يريد أن يعبر الشارع أولا يتعرف على المحتوى فينظر إلى السيارة القادمة نحوه وإلى السيارة المراد عبورها ثم يقدر سرعة تلك السيارة وسرعته هو ثم يقدر المسافة بينه وبين السيارة فإذا علم المعلومات كلها بدأ بالمقارنة فيقارن هذا الموقف بمواقف له في الماضي ثم يحلل الأمر وفي النهاية يتخذ قراراً ويعبر الشارع لكن فجأة تزداد سرعة السيارة القادمة نحوه فنجده بسرعة يتعرف على المسافة الجديدة والسرعة الجديدة وسرعته هو ويقارن ذلك بمواقف له في الماضي ثم يحلل ثم يتخذ القرار بزيادة سرعته فيعبر بسرعة أكثر انظر لقدرات العقل وسرعته وستعرف مدى الإعجاز عندما تعلم أن سرعة العقل 180 ألف ميل في الثانية واجبة عملية هل ترى أنك لتستفيد من إمكانات كل من العقل الواعي والعقل اللواعي حسب المهمة المنوطة بكل منهما؟ استراتيجيات القرار اعلم أن حياتك حياة واحدة ليس فيها بروفا وإنما هي حياة حقيقية ليس لها إعادة فإذا منتهت لم تعد فيجب أن تستخدم كل لحظة في حياتك وكأنها آخر لحظة فأنت لن تخرج أبداً من هذه الحياة وأنت حي والآن عليك أن تعرف القيم التي من خلالها ستتخذ القرارات أول قيمة هي الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو أهم ما في حياتنا هناك من يقول إن أهم قيمة في حياته هي أولاده لكن هذا لا بد أن يتغير فبالصحة السليمة ستزداد الرعاية بالأبناء إذن الصحة أهم من الأبناء وتلك الصحة هي هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان إذن الله هو الأهم فإذا عزمت على اتخاذ قرار لا بد أن تسأل نفسك هل هذا القرار سيغضب الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن يغضبه فسأل نفسك هل هذا القرار سيضر بصحتك الذاتية والجسدية ثم سألها هل هذا القرار سيضر بقوتك الذاتية التي تشمل الأمانة والصدق والثقة بالنفس وراحة الذهن فإذا كان الجواب ضد أي قيمة من هذه القيم فعليك تعديل الأمر حتى يتناسب مع قيمك ثم سألها هل هذا القرار يمكن أن يؤثر بالسلب على زوجتك أو أبنائك أو عائلتك أو أصدقائك أو علاقاتك الشخصية أو عملك وحياتك المهنية أو حياتك المادية وهذه هي القيم الأساسية للإنسان حيث يأتي الله عز وجل في المقدمة وتأتي المادة في المؤخرة مثلا الإنسان الذي يخاف من الفشل لابد أن يحدث له تعذيل في قيمه وذلك لأن علاقته بالله غير سوية فليس لديه ثقة بالله إن الإنسان المرتبط بالأمور المادية فقط قد أوقع نفسه فريسة لتلك المادة فهي المتحكمة فيه وليس هو إن الطاقة تنجذب إلى الإنسان من نفس النوع الصادر منه فمثلا لو أن إنسانا سعى لطلب المال من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين فإنه سيأتي إليه المال على عكس من يطلب المال كي ينام ولا يعمل ولا يبذل جهدا كما أن الشخص الذي يريد أن يتخذ قرارا بالطلاق وهذا الكلام موجه إلى الزوج أو الزوجة عليه أن ينظر لتلك القيم ويعلم أن الحياة الزوجية تسير في دورة تبدأ بالانجذاب بالأفكار والذهن ثم التقدير ثم الارتباط ثم التعود وهي أخطر مرحلة لأن فيها كل طرف يتعود على الآخر ويتعامل معه بشكله الطبيعي فلا يتجمل للآخر ولا يهتم به فأقول لمن يرغب في هذا القرار إنك إذا لم تكن تعرف كيف تعيش مع زوجتك وتريد أن تطلقها فإنك لن تستطيع التعايش مع غيرها لأن نفس الدورة الزوجية ستدور مرة أخرى فإذا وصلت لمرحلة الطلاق مع الأولى فسيصل بك نفس الأمر مع غيرها أما التفكير الصحيح في هذا الأمر فهو أن تعود للماضي فتعود لمرحلة الانجذاب وتسأل نفسك ماذا كان علي أن أفعل لأكون هذا الشخص السعيد وهذا يسمى استراتيجية خط الزمن حيث يستطيع الإنسان الرجوع للماضي فكل ما حدث لك في الماضي ولو لمرة واحدة يستطيع الإنسان استرجاعه لأن العقل اللاواعي يحفظ ويخزن كل التجارب والمواقف التي يمر بها الإنسان منذ الولادة فهو يحتفظ بالخشوع والاسترخاء والشجاعة كل شيء موجود في العقل اللاوي فإذا كنت قد اتخذت قرارا في الماضي وكان قرارا صائبا فارجع إلى الماضي وانظر كيف سطعت أن تتخذ ذلك القرار عش مع القرار بأحاسيسك وكأن الأمر يحدث الآن فإذا مرتفعت الأحاسيس فعليك أن تجعل لنفسك رابطا ذهنيا ثم تذهب بهذا الرابط للمستقبل والرابط الذهني بمعنى أن أي تجربة يحدث فيها ارتفاع للشعور والأحاسيس ويحدث في الوقت نفسه شيء آخر خارجي فإن الشعور والأحاسيس وشيء الخارجي ترتبط معا في الجهاز العصبي وفي العقل اللاواعي مثلا إذا سمع شخص أغنية معينة ثم سمع هذا الشخص نفس الأغنية بعد فترة فإنه سيحس بنفس إحساس التجربة الماضية ثم تذهب بهذا الرابط للمستقبل وأنا شخصيا أستخدم هذه الاستراتيجية وهي استغلال خط الزمن والخبرات السابقة وهي مبنية على ثلاث أصناف من أصناف علم النفس الحديث قمت بجمعها معا بالإضافة إلى خبرات السابقة وسميتها الاستراتيجية المتكاملة وهي مبنية على الجزء الأيسر والجزء الأيمن في المخ والشعور والأحاسيس والصوت الداخلي وعند اتخاذ القرار لابد أن يكون التفكير مبنيا على المنطق وأحب أن أقول لك إن أفضل وسيلة للانتقام هي النجاح فيجب أن تدفعك تجاربك السابقة حتى وإن كانت تلك التجارب سيئة يجب أن تستفيد منها وأن تدفعك للنجاح وأذكر أن شخصا قال لي يا دكتور لقد طلقت زوجتي فقلت له وماذا بعد ذلك أتدري كم امرأة في العالم؟ عندما لا تنفعك إحداهن فاحزن وشعر بالفشل فيجب أن لا تفكر فيما مضى ولكن تفكر فيما هو آت ولا تكون من الباكين على اللبن المسكوب فإذا خسرت وظيفة ما فابحث عن غيرها وأذكر أنني طريدت من عملي مرتين وأذكر أيضا أنني قدمت طلبا للعمل في أحد الفنادق فقال لي الرجل الذي قابلني هناك أنت لن تنفع في العمل في الفنادق أبدا فشكرته وعندما تركته قررت أنني سأنجح جدا في الفنادق وقررت في نفسي أنني سأدعوه للعشاء بعد تحقيق ذلك النجاح وفعلا عندما أصبحت مديرا عاما في أكبر الفنادق دعوته للعشاء وكان الرجل لا يتذكرني فذكرته بمقابلة له ورفضه لي وقلت له أنا أشكرك لأنك كنت سببا في دفع للنجاح فاعلم أن رأي الآخرين فيك لا ولم ولن يدل عليك وذلك لأن هذا الرأي يكون مبنيا على قيامي ونظامي وتفكير هؤلاء الآخرين لا قيامك أنت ولا تفكيرك أنت ولا مفهومك أنت فأنا وأنت والجميع معجزة من الله سبحانه وتعالى فكيف لشخص أن يحكم على شخص آخر؟ ربما يكون هناك سلوك في شخص معين لا يعجبك ولكن حذاري وإياك لأن تعمم الأمر في الحكم على إنسان فإذا كان لديك معلومات جديدة وأنت تحبسها بداخلك فإنها ستظهر عليك وستكون في منتهى التعاسى وستظهر على أفكارك فتمرض وتكتئب أو جسمك سيسمن فلابد أن تجعل هذه المعلومات تنطلق حتى تأتي الخطوة التي تليها في الحياة فنحن ليس لدينا الوقت في هذه الدنيا للحزن والضيق والغضب من شخص معين أو موقف محدد فإذا غضبت من شخص ما فلا تهدر طاقتك في الغضب والضيق والحزن وإنما الأسهل والأفضل أن تسامح وسيعطيك الله سبحانه وتعالى الثواب فأرسل لمن يضيقك باقة جميلة من الطاقة فطاقة الإنسان لو وصلت ببلد لأضاءته لمدة أسبوع كامل إنها طاقة هائلة أعطاها الله إياك تسوي أكثر من ثمانين مليار دولار والحياة قصيرة ولن يكون لها إعادة واعلم أن حياة واحدة ليس فيها بروفا وإنما هي حياة حقيقية ليس لها إعادة فإذا ما انتهت لم تعد فيجب أن تستخدم كل لحظة في حياتك وكأنها آخر لحظة فأنت لن تخرج أبدا من هذه الحياة وأنت حي واجبة عملية ماذا تفعل إذا ضايقك شخص ما وكيف تحول تلك الطاقة إلى طاقة منتجة أريد أن أتخذ قرارا لكنني متحير عليك أن تقول لنفسك سأتجاوز أي تحدي ولا تنسى الإلهام والتخيل والابتكار في اتخاذ أي قرار كي يمكنك اتخاذ قرار عليك أولا معرفة الحالة التي تريد أن تتخذ فيها القرار وأن تحدد تلك الحالة حتى تحدد شعورك وأحاسيسك ولنا ثلاثة أمثلة في ذلك أولها على المستوى المهني والثاني على المستوى الدراسي والثالث على المستوى الشخصي بالنسبة للجزء المهني الشخص الذي يريد أن يغير عمله وينشئ الشرك عليه أن يسأل نفسه لماذا يريد تغيير العمل هل لأن هناك من يضايقه في العمل أم أنه يريد التغيير لأنه يعلم أن لديه قوة معينة ربما تنطلق في مكان آخر إذا كنت تغير بسبب شخص في العمل يضايقك فالحالة هنا خطأ وذلك لأنك تغير بسبب مؤثر خارجي وإنما يجب أن تغير لتنطلق وتبدع أكثر فتتوسع في عملك استقل بشركة علم الناس أبدع فإذا عرفت الحالة وحددتها عليك أن تضع أمامك بدائل ثلاثة وهذا أقل عدد للبدائل فالبديل الأول هو الاستمرار في عملك والبديل الثاني هو ترك العمل وفتح شركة جديدة والبديل الثالث هو أنك في حالة فشلك في شركتك فإنك ستعمل في شركات أخرى بالنسبة للجزء الدراسي شاب يدرس في كلية ما وبعد فترة أدرك أنه لا يحبها عليه أن يطرح بدائل ثلاثة البديل الأول الاستمرار في نفس الكلية مع عدم حبه للدراسة فيها البديل الثاني تغيير الكلية مع اعتبار عدم وجود ضمان بأنه سيحب الكلية الجديدة البديل الثالث حب دراسته الحالية والانتهاء منها ليتمكن من الصعود للخطوة التي تليها وأذكر قصة شاب جاء لي ليعالجه وقيل لي إنه يعاني من انفصام في الشخصية لكنني وجدته لا يعاني من الانفصام وعلمت أن هذا الشاب بعث إلى أمريكا في بعثة ليكون جراحا وبعد فترة من سفره قيل له لا نريد جراحين بل أطباء بشريين فقرر أن يرجع لبلده وشعر بالظلم فلم يكمل دراسته وكان يكلم نفسه لريوح نفسه ويقول أنا دكتور جراح وكان يمشي بين الناس في الشارع يقول أنا جراح لو تريدون واسطة لتكون جراحين تعالوا لي أنا أعرف فلانا وفلانا ومن هنا ظن الأطباء أن به انفصاما في الشخصية لكنه كان يريد ما بداخله هو فلما أتى لي قلت له ماذا تريد أن تكون قال أريد أن أكون جراحا فقلت له الطبيب والجراح الاثنان يساعدان الناس وهذا هو الهدف من عمل الطبيب وبعملك كطبيب ستساعد الناس وبعد ذلك أدرس لتصبح جراحا فلماذا لا تفعل ذلك وفعلا أكمل الشاب دراسته وأحبها وقرر أن لا يكون جراحا وأن يتوسع في مجال الطب وبدأ بإعطاء ندوات للناس في الثقافة الصحية ووجد هذا الشاب نفسه وذلك لأنه أكمل ما بدأه بالنسبة للجزء الشخصي السيدة التي لديها تحدي مع زوجها فهي لا تشعر بالسعادة معه البديل الأول استمرار الحياة معه كما هي البديل الثاني الانفصال عنه البديل الثالث البحث عن الأسباب التي جعلت حياتها معه بهذا الشكل وماذا عليها أن تفعل لتحسين حياتها معه والعودة بالزمن لأول أسبوع معه كيف كانت سعيدة معه وكيف كانت طريقة كلامها ولبسها ومدى حرصها على عمل ما يحب وتفهمها له واتصالاتها به أكثر وتشجيعها له المستمر وإذا اخترت السيدة البديل الثالث فعليها أن تبدل كل ما في وسعها لإنجاح هذه الحياة وبعد طرح البدائل علينا طرح الاحتمالات الاحتمال الأول نظرة المجتمع لها الاحتمال الثاني أن تكون الحياة بدون زوجها غير سعيدة الاحتمال الثالث سعادتها بعد انفصالها عن زوجها الاحتمال الرابع استمرار المشاكل مع زوجها احتمال أخير نجاحها في إسعاد نفسها وزوجها ومن هذه الاحتمالات عليها أن تختار احتمالا واحدا إذن القرار مبني على التفكير بالمنطق القائم على المعلومات وبعد أخذ القرار نضيف لهذا القرار الشعور والأحاسيس وحذار أن يأتي الشعور والأحاسيس في البداية لأنها تكون مبنية على برمجة سابقة كما ذكرنا فيما مضى ولكن بعد التفكير المنطقي وبعد المعلومات حتى يكون القرار صائبا فالزوجة التي ستختار العيش مع زوجها بعد التفكير ستجد شعورها وأحاسيسها تقول لها نعم عليك الاستمرار أكملي وفي النهاية نأتي برابط ذهني ونأخذه معنا للمستقبل وعليك أن تقول لنفسك سأتجاوز أي تحدي ولا تنسى الإلهام والتخيل والابتكار في اتخاذ أي قرار واجبات عملية حدد مشكلة تواجهك في حياتك وحدد البدائل المتاحة أمامك لحلها ثم اختر أنسب هذه البدائل لتطبيق الوصايا العشر في اتخاذ أي قرار يجب أن يكون لديك مثل أعلى تتعلم منه وتقول لنفسك إذا كان قد نجح فأنا أيضا أستطيع أن أنجح مثله الاعتقاد عليك أن تعتقد في قدراتك وتعتقد في قرارك الوضوح لابد أن يكون واضحا لك تمام الوضوح ما هو القرار الذي تريد أن تتخذه فعدم الوضوح سيعطيك قرارا غير متزن التجارب الماضية يجب أن تنظر للتجارب الماضية الرائعة وتستفيد منها وتأخذها معك في المستقبل التغيير الاستراتيجي بمعنى أنه يكون لديك تغيير في حياتك نحو الأحسن تدريجيا فلابد للرجل أن يزيد من معرفته وعلمه وأن يرتقي بعمله وعلى المرأة أيضا أن تتعلم أكثر وتتوسع لتفيد بذلك أولادها المثل الأعلى يجب أن يكون لك مثل أعلى تتعلم منه وتقول لنفسك إذا كان قد نجح فأنا أيضا أستطيع أن أنجح مثله التخيل الإبداعي وهو أن تتخيل نفسك في المستقبل وأنت في أصعب المشاكل في حياتك ولديك القدرة على الحل أيضا هناك التخيل الإبداعي للنجاح وهو أن ترى نفسك ناجحا التأكيدات وهي أن تقول لنفسك كل يوم ممكن 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 أن أتخذ أفضل القرارات في حياتي الممارسة وهي أن تمارس كل يوم اتخاذك لقرار حتى ولو وسيط وذلك مثل الشخص الذي يكتب بيده اليمنى فنو صعب عليه أن يكتب بيده اليسرى لكن لو مارس الأمر لنجح فيه وقت الثقة كل يوم أعطي لنفسي عشر دقائق أقول فيها لنفسي أنا واثق من نفسي مهما قيل لك يجب أن تكون واثقا من نفسك المرونة التامة بمعنى أنني أصل لمرونة في منتهى القوة واجبات عملية حدد بعض الأمور التي تراها مهمة جدا بالنسبة لك كي تحقق أهدافك خاتمة وفي الختام أصي بما يلي التقرب إلى الله فلتقل معي أنا قررت التقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى الاهتمام بالصحة قل أنا قررت الاهتمام بالصحتي وأن أعيش أفضل حياة عليك أن تمارس رياضة ما مثل المشي وعليك أن تقرر التخلص من العادة الصحية السيئة خاصة التدخين الذي يدخل لك 22 نوعا من أنواع السلطانات أن تكون أفضل من اليوم الذي مضى وأن تعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك وأن تقرر أن تكون الشخص الذي تحب أن تكونه إن الأسباب تمنحك دافعا للتحقيق الأهداف أعد ترتيب أهدافك وفقا للأسباب وقسم كل هدف إلى أهداف ثانوية وخطط لتحقيقها وابحث في الإجراءات والوسائل اللازمة لذلك بعد بحثك في الأهداف وأولوياتها والإجراءات والوسائل اللازمة لتحقيقها يمكنك اتخاذ القرارات على ضوء ذلك واجبات عملية اكتب كل ما تتمنى تحقيقه وتأمل في الحصول عليه ثم رتب هذه الأمان حسب أولوياتها ثم حدد أول ثلاثة منها واكتب ثلاثة أسباب تجعلك تحرص على تحقيقها رسالة من صديق من اليوم لاحظ أفكارك قبل أن تتحول إلى تركيز لاحظ تركيزك قبل أن يتحول إلى إحساس لاحظ إحساسك قبل أن يتحول إلى سلوك لاحظ سلوكك قبل أن يتحول إلى نتائج لاحظ نتائجك قبل أن تحدد مصيرك أنت لست العنوان الذي أعطيته لنفسك أو أعطاه لك الآخرون أنت لست اكتئابا أو قلقا أو إحباطا أو توترا أو فشلا أنت لست سنك أو وزنك أو شكلك أو حجمك أو لونك أنت لست الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل أنت أفضل مخلوق خلقه الله عز وجل فلو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء يمكنك أنت أيضا أن تحققه بل وتتفوق عليه بإذن الله تعالى وتذكر دائما أن الليل هو بداية النهار والشتاء هو بداية الصيف والألم هو بداية الراحة والتحديات هي بداية الخير والتفاؤل بالخير هو بداية القوة الذاتية لذلك عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك عش بالإيمان عش بالأمل عش بالحب عش بالكفاح عش بالتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والأولياء الصالحين وقدر قيمة الحياة دكتور إبراهيم الفقي